تحرك الدكتور مصطفى مدبولي سريعاً لإنقاذ الدكتور محمود سامي الدكتور محمود سامي أحد الأطباء أطقم الطبية التي تقود المواجهة خطوط المواجهة الأولى كل الأطقم الطبية الدكتور محمود خلال اليومين اللي فاتوا أصيب كان في أحدى مستشفيات العزل أصيب في أولاحنا صرطة موجودة معنا نشوفها كمان أصيب في عنيه حصل طبعاً تطورات على مدى الساعات الماضية رئيس الوزراء النهاردة أو قبل قليل إدى تعليمات عاجلة بسرعة نقل الدكتور محمود سامي البطل طبيب البطل نتكلم عليه ونقله وبعد إصابته بضغط الدم لديه مشكلة حالياً عدم القدرة على الرؤية رئيس الوزراء كلف فريق لجنة الاستغاثات في المجلس الوزراء برئاسة الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس الوزراء بالتواصل مع الطبيب البطل اللي قدام حضراتكو محمود سامي اللي كان بيشتغل بيعمل في أحدى مستشفيات العزل وصيب بارتفاع شديد بضغط الدم وإنه عنده مشكلة عدم القدرة على الرؤية بيجرح حالياً التنسيق لنقله من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مستشفى عين شمس التخصصي أو قصر العيني الفرنساوي أو أي مستشفى آخر لعلاجه على نفقة الدولة شكراً دولة رئيس مجلس الوزراء كل التحية والتقدير للطبيب البطل الدكتور محمود سامي بلدك تتحرك رئيس الوزراء يتحرك الجميع على وجه السرعة يتم تنفيذ أمر سريعاً لنقل الطبيب البطل محمود سامي إلى أحدى المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة شكراً مرة تانية لبلدنا العظيمة ودولة رئيس مجلس الوزراء تحرك مهم إجراء مهم لأنه الناس دي تحتاج كل شوية مش كل شوية كل لحظة لأنهما دول اللي شايلين زي ما نقول الشيلة فهو قرار أيضاً بيعني الكثير بالنسبة لي الدكتور محمود سامي البطل ولو كل شركاء وكل زملائه في ألقاتكم الطبية الذين واجهونا فيروس كورونا وربنا ينقذ بلدنا ويحميها وهيحميها إن شاء الله